ترى الحلويات مش كل البسكوتات بتكون مسكرة النهاردة هنعمل مع بعض مقرميشيات او سناكس حلوة جدا 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 هنعمل مع بعض النهاردة البسكوت المملح بالجبن الرومي بطريقة سهلة جدا وبسيطة والشكل بتكلم عن نفسه ترى الكمية دي من 3 كوبات ونص دقيقة نبدأ حلقتنا ونشوف طريقتنا قبل اي حاجة عمل لايك للفيديو ويلا بينا نشوف طريقتنا ومكوناتنا وطريقة التحديد سريعا كده نقول مكونات مع بعضين نص كيلو دقيقة وهو 3 كوبات ونص دقيقة وكوباية من الزبدة بدرجة حرارة المبخ وكوباية الجبنة رومي مبشورة وبطين بدرجة حرارة المبخ هنحط البيض مع الزبدة فلازم الاتنين يكونوا بدرجة حرارة المبخ عشان يعني ما يفصلوش والزبدة تطلع السوال بتاعتها طيب تعالوا نشوف مع بعض بقية المأزيل وهي التوابل بتاعتنا بصوا ربع معلقة من الكمون وربع معلقة من الملح وهنا طوم بودر وبصل بودر ربع معلقة وربع معلقة وهنا ربع معلقة بيكينج بودر طوم بودر وبصل بودر ملح كمون بيكينج بودر والبطين والزبدة بتاعتنا بربط حرارة المبخ والجبنة الرومي ونص كيلو دقيقة عايزة بضعف الكمية براحتك جدا ولكن البيكينج بودر مش اكتر من نص معلقة علشان دي مادة رفع مش محتاجين اكتر من كده تمام كده قوبت للا بينا بقى نشوف كده المأزيل بتاعتنا والخطوات اللي هنعملها والشكل النائي انا محتاجة بقى البولة الكبيرة ديت فهجيب بولة صغيرة هبتزي ان اناقل فيها دقيق واحط فيها كل التواب اللي احنا حطناها كمون الطوم بودر وبصل بودر والبكينج بودر والملح كل حاجتنا اللي احنا قلناها هنحطها كده مع مكونات الجافة وهنقلبهم وهنجيب بقى البولة اللي هي الازاز ديت هنبتزي نحط الزبدة بتاعتنا ولازم تكون لقينا بدرجة حرارة المطبخ زي ما قلنا ومعاها البطين هضربهم كويس جدا لغاية ماينتزهم مع بعضهم ولنهم يفتح شوية وبعد كده هبتزي انزل زي ما احنا شايفين بكوبات الجبن الرومي والجبن الرومي لازم تكون مبشور بشر ناعم بصوا الاول بتأكد ان البيض تجنس مع الزبدة كويس جدا وبعد كده هنزل بالجبن الرومي وهشيلي هنا بقى المضرب مش محتاجة خالص انا محتاجة في الاول عشان اقلبه كويس جدا وامزج الزبدة مع البيض كويس هنا بقى هستخدم معلقة واول ما هحط دقيق المبهر بالبهرات بتاعتنا هبتزي ان انا استخدم ايدي هقلب ممكن احتاج دول تلك كوبات ونص دقيق يعني نص كيلو دقيق ممكن احتاج معلقتين دقيق وممكن احتاج لو العجينة يبسم محتاج معلقة الزبدة لينة احطها عادي مفيش اي مشكلة واقلب تمام يعني لو العجينة طرية احط معلقتين دقيق اللي جات المخلص واوصل لقوم اللي احنا شفناه ده لو العجينة يبسع احط معلقة الزبدة واقلب ومعلقة الزبدة تاني واقلب لغاية ما اوصل للقوم اللي احنا شفناه هستيدي بقى ان انا افرد كيس سندوشات وابتزي ان انا احط قطع من العجينة مبين كيس السندوشات بعد ما افتحه وافردها بالمفردة بتاعتنا او بالنشبه بتاعتنا عادي خالص واي اشكال قطع معاكي اشتغلي بها عاوزة تعملي بالميني قطعات زي كده وتنفيش اي مشكلة هتطلع معاكي عدد كبير وهي اصلا حاجات تتنكسهم ارميشات عاوزة تعملي بالاكبر شوية براحتك خالص انا كان عندي كل المقاسات ولكن انا شخصيا بحب الحجم الصغنة او ده البسكوتة تتاكل على بقى واحد الولاد بيفرحوا بالاشكال الكتيرة فانت لو عندي قطعات كتير شكلي وفرحي الولاد ما عندي كيش قطعات خالص استخدمي طبق زي ما نستخدم وبسكينها تبتدي تقطعي الدايرة دية نصين وكل نصها تقطعيه نص تاني وبعد كنت تعمليه كل ربع تعمليه زي شكلك جدنا النسو زي ما احنا شوفنا دلوقتي بصوا هتشوفوا دلوقتي انا هقطعها ازاي بسكلابر او باي حاجة او بسكينة او بمقطع اي حاجة موجودة عندك انا اوما بقطع الاشكال بتاعتي ببتدي اشيل الزيادات تعالي اوريكي صمك العجنة اللي انا محتاجين كده كده هي ترفع شوية صغنانين كمان لان عندنا بكينج بوضة ربيض شايفين الصمك التاعها كان قدي ايه بصوا هنا بقى بقطعها ازاي نصين ربعين كل ربع نصين بنحاول على قد ما نقدر نعمل شكل الجبنة رومي المتعارف ساهمين قصدي هنا بعد ما كنت هزغطها كده بس قلتي لأ خليني افرغها فهتلاحظوا ان انا فرغت الخروم اللي انا عملتها دية تمام كده عملنا كده شكلي عملنا حوالي ستة اشكال القلب والوردة والنجمة والشكل الدمعة وعملنا مدور وعملنا شكل الجبنة الرومي بصوا هنا فرغتها ازاي السمك بتاعها حوالي تلاتة ملي مش اكتر من كده متعملهاش اقراء من كده علشان ما تتقصرش معيك لان شكل الجبنة الرومي كان رؤية شوية عن باقي التقطيعات فبالنسبة لي كل ما اجا طلعهم الصاج الطبيعي طبعا لان احنا ندهن الوش بيلزق معي فكل ما اجا طلعهم الصاج كان بتكسر الطرف بتاعه اللي هو الحتة الرفية عن المثلث هنا كنت بوريكم من العجينة حلوة جدا وانا عملت كذا شكل بصوا الاشكال بتاعتي والكمية ما شاء الله من نص كيلو دقيق عملنا حوالي كيلو ربع او كيلو من المقرمشات او من التسالي الولاد عاوز اقول لكم طعمه ما تفرقوش عن الباتون سليم العجينة بتاعته ولكن بالجبن الرومي هنا بقى اه سفرت بضايا ومعلقتين حليب على طرف ايدي فلفل اسود وزيهم ملح وهنا بشرة شوية من الجبن الرومي وطلعت عندي سمسم وطلعت عندي حبة البركة هاده ان الوش بس انت ما تقطرش في الديان عشان انا كنت عملها دلدق في الصاج لان انا كنت مستعجلة عملة الغداء وعملة الحاجة النهاردة وعندي مدرسين برا وكان جايلي تجوفة كنت مستعجلة ادي هن الوش بالراحك دوت بيدخل على درجة حرارة 200 رفق اوسط بيعد عشر دقايق او ربع ساعة ابعد طلعيه يبقى لونه فاتح عن ما انت شايف في الفيديو النهاردة طلعيه بنفس اللون دوت ربع ساعة هتاخذي نفس النتيجة ونفس اللون دوت هتاكلي باتون سليم ارنش ودي في بقك في نفس الوقت وهواريك في اخر الحلقة ماسك نفسه في نفس الوقت داي بازاي حطي بقى حبة البركة على الوردة الجبن الرومي سيبي سادة كده هوت النجمة حطي لها اه حطي لها شوية الجبن الرومي المربح حطي له سمسم حطي الاشكال وشكل براحتك جدا انا نوعت طبعا كل شكل كان كتير فكل شكل عملته بطعمين عايزة السيبي سادة كده كمان عاوز اقول لك تحفة مش محتاج اي اضافات ولا سمسم ولا محتاج حتى حبة البركة بحاول الاشكال تكون كبيرة شوية هي اللي حطي فيها الجبن الرومي علشان تاخد معاك جبن الرومي حلو الجبن الرومي المبشورة بتاخد لسعة وبتصح معاكي مع طعم الجبنة اللي في العجينة والميكس التواب اللي احنا حطيناه بتبقى النتيجة تحفة جدا 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 انا عن نفسي عاشقة للباسكوتات الملحة سيبيدي في كومنتات بتمين للحوادق اكتر ولا للمسكر شايفين هدخلها بقى رفة اوسط زي ما قلت لكم على درجة حرارة 200 ربع ساعة ونطلع نشوف النتيجة ايه في الوقت دوا بقى كنت الموبايل بتاعي سخن فطلعت بقى ورصيت وجهزت حل عشان نختم معاكم الحلقة تعالوا بقى في الشكل النهي طيب هنحفظ الباسكوت ده ازاي يا هيبة نحفظه في علبة محكمة الغلق بيقعد معاكي اسبوعين على الرخانة بتاعتك محصلوش اي حاجة خالص هو اصلا مش هيكمل يوم وهتلاولوا لاب بالفة هنا وشايفها النسا فوق شايفين شكله عامل ازاي ولونه اوعي الطلعي جير كده لانه هيبقى مرتب معاكي هيبقى طاري مش مقرمش تمام كده اول شايفين الاشكال شايفين شكل حبة البركة والسمسم والشكل المثلثات اصلا شكله جميل ازاي لما فرغناه شايفين الصمك بتاعه الشكل بتكلم عن نفسه ودي الاشكال بتاعته كلها والغة هنا تكون خلصت حلقة تعالوا وريكم قادي ايه هو دايب وجميل وحلو قوي قوي على فكرة اولادنا بيحبوا الحاجة اللي بقى لها اشكال كتير عشان كده انا من الناس اللي ما بحب اعمل باسكوتات بحب نوع في الاشكال طالما متاح بالنسبة لان انا اشكل علشان الولاد يكونوا مبسوطين وهم مرضيين وهم بيأكلون شايفين علبة محكمة الغلق وتعالى وريكم بقى دوابانه وبتكون كده خلصت حلقتي يا رب اكون ديفا فعلق لكم كون انستمتعتوا معي في فيديو النهاردة يا واحد اخرجي من الفيديو اللي ما تكتبيني رأيك في كومنتات وتعميني لايك للفيديو ومستنعيك على عادة صور تطبقكم زي ما تعودت معاكم ومستنعيك حلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة